السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى يالي وصحبي وسلم اجمع ان شاء الله النهاردة اخوانا عزاء هنتكلم عن اربع علامات مهمين جدا بيدلوا على ان المتوفي من الناس اللي ربنا راضي عنهم باذن الله تعالى اخوانا عزاء اه الرؤى غالبا ما تكون مبشرة يعني الرؤية المبشرة دي حاجة كويسة جدا في حياتنا وحاجة من الطرق اه المميزة جدا والجميلة جدا اللي هي بيحصل بيها معرفة بيحصل بيها اطلاع وبتكون رسائل اه لينا يعني كرسائل اطمئنان وكرسائل فرحة وكرسائل يعني تبشرنا باذن الله فيه رؤى اخوانا عزاء رؤى صالحة رؤى مبشرة بتظهر في المنام وخاصة للمتوفيين تدل على ان المتوفي ده من اهل الصلاح ومن اهل التقى وطبعا الرؤى دي كتير جدا ولكن احنا هنذكر اربع رؤى عشان خاطر مدة الفيديو وطبعا هنذكرهم بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احب ان لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار الرؤى اللي بتدل على ان المتوفي ده من اهل الصلاح ومن اهل التقى وربما هو بينعم في نعيم ربنا سبحانه وتعالى في الاخرى طيب في ناس بتشوف الرؤى دي فعلا ايوة في ناس بتشوف الرؤى دي فعلا ومن الشرط ان اللي يشوف الرؤية يكون من الاقارب يعني في ناس بتقول ان انا شفت شخص متوفي اه من اه جراني او من اصدقائي اه او شخص اعرفه اه شفتوا في هيئة كويسة في مكان كويس اه الرؤية دي بتدل على ان الشخص ده من الناس اللي ربنا اه رضي عنهم باذن الله اه مثلا اول رؤية اه رؤية النور في اوقات كتيرة بنشوف ان المتوفي في القبر بتاعه والقبر بتاعه بيشع نور مضيق وكمان في بعض الاحيان النور بيكون طالع للسماء وفي بعض الاحيان النور بيكون مضيق المكان كله في بعض الاحيان بنشوف الشخص المتوفي ده النور بيخرج من جسده آآ سواء كان كان نور ابيض او نور اخضر في بعض الاحيان بنشوف المتوفي اه بداخل غرفة مثلا ومحيط به النور او جسمه كله بيشاع نور اخواني الاعزاء الرؤية دي بتدل على ان الشخص المتوفي ده سواء انت تعرفه وما تعرفوش او من قريبك او من الاشخاص الغرباء عنك طبعا بيدل على ان المتوفي ده من المقربين لربنا سبحانه وتعالى ومن الناس اللي هما بينعمه في نعيم ربنا سبحانه وتعالى فالرسالة اللي ناخدها من الرؤية ان احنا ممكن نشوف الشخص ده كان بيعمل ايه في حياته ونحاول نعمل زيه او نقتدي به لان بعض الناس بتكون بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى او في بعض الاحيان بتكون مشغول بالدنيا اكثر من اللازم اه كانك مثلا مهتم بشغلك مهتم بزراعتك مهتم بتجارتك وناسي التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى وناسي المرابحة مع ربنا سبحانه وتعالى وناسي انك كل ما تقرب لربنا سبحانه وتعالى بالطعاط افضل ليك في الدنيا وفي الاخرة انت مفكر في دنيتك بس انت تجمع فلوس اه تعمل سروات اه تبقى مكانة كويسة تلبس كويس اه بيت كويس على سيارة كويسة اه وناسي ان انت يعني مش شرط الحاجات دي وممكن تعمل حاجات بسيطة جدا تخليك في الاخرة عند ربنا مكانك اه عظيم جدا او في مكان عظيمة جدا فممكن تشوف الرؤية وتكون رسالة ليك على انك تشوف الناس دي كانت بتعمل ايه او حياتها كانت ازاي وتقتدي بيها لان ان شاء الله فيهم خير والناس دي من المباركين الناس دي من اللي ربنا راضي عنهم في الاخرة دي اول رؤية اخوان العزاء ان الشخص يكون محيط بنور قبره فيه نور المكان اللي قاعد فيه نور اه حاجات كتيرة جدا رؤية التانية اخوان العزاء ان احنا نشوف الشخص المتوفي ده فيه مكان زي الجنة او ان هو في الجنة فعلا طبعا فيه ناس بتستصعب الرؤية ديت ولكن ناس كتيرة جدا بتشوف الرؤية دي فعلا وخاصة لما بيسألوا المتوفي فيه المنام ويقولوله هل انت سعيد ولا حزين فبيقولهم انا سعيد جدا وبنعم في الجنة او ساكن في الجنة او من خلال المكان اللي بتشوفه فيه اشارة الى ان المكان ده مكان عظيم مش مكان وبس بمعنى انك ممكن تشوفه وسط حديقة ظهور وفواكه وظل واشجار وطيور والمكان كله مبشر بان المكان ده مش مكان عادي مكان زي الجنة كده فبالتالي ممكن نقول ان المتوفي ده بينعم في رضا ربنا سبحانه وتعالى في الاخرة وان الشخص ده من المبشرين اه بالنعيم وبالرضا باذن الله تعالى كمان اخوان عزاء اه زي ما قلنا رؤية ان الشخص يكون فيه نور او ان الشخص يكون فيه مكان كويس اه في بعض الاحيان او احيان كتير جدا بنشوف الشخص لابس اخضر او لابس ابيض في المنام وفي هيئة كويسة مش شرط هنا المكان ولكن الشخص بيكون المتوفي ده جاهل لنا في هيئة كويسة جاي وشه كويس وشه ابيض بيشاع عضوه اه كمان بيبقى لابس كويس الملابس بتاعته كلها نظيفة وكويسة كمان في اوقات بتشوفه ان هو معطر نفسه اه دي رؤية مباشرة جدا تدل على ان الميت بينعم في نعيم ربنا سبحانه وتعالى وان الشخص ده من المقربين من اه الناس اللي ربنا راضي عنها باذن الله رابع شيء وشيء مهم جدا ان احنا ممكن نشوف المتوفي ده بيجي لنا في المنام بيعمل الاعمال الخيرية اللي كان بيعملها في حياته اه مثلا شخص بتشوف ان هو بيوزع طعام على الناس والناس بتاكل وسعيدة من ايده وفي ناس كمان بتشوف ان الشخص ده مسلا بيسقي الناس مية والناس يعني سعيدة بكده وفي ناس بتشوف ان الشخص ده مسلا بيأزن في مسجد وفي ناس بتشوف ان هو مسلا بينظف مسجد وفي ناس بتشوف ان الشخص قاعد في مسجد مسلا وبيقرأ القرآن وصوته جميل وصوته كويس دي اخوان العزاء بتكون اشارات مهمة جدا الى ان المتوفدة من الناس المميزين جدا من الناس اللي كانت قريبة من ربنا سبحانه وتعالى فاللي نقدر ناخده من الرؤى ديت او الاشارات ديت او العلامات ديت نحن يعني نقرب لربنا سبحانه وتعالى ونخرج من الغفلة اللي احنا فيها لان في بعض الاحيان كتيرة جدا بيبقى الشخص عايش في غفلة مفكر نفسه ان هو مش هيموت او مفكر ان الموت بعيد عنه ومع ان الموت ممكن يبقى واقف فوق رأسه فطبعا اخوان العزاء ناخد عبرة وناخد عزاء من الرؤى والاخلال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة